السلام عليكم يعطيكم العافية جميعاً معكم علا أبو دعابس من لجنة الطب الأسنان واليوم إن شاء الله رح نشرح المحاضرة رقم 21 من Oral & Dental Health المحاضرة عبارة عن شوية تعليمات بال Oral Health فبلش يحكي لنا عن Oral Prosthesis and Appliance للتركيبات السنية اللي احنا منضيفها على الفم وقسمها لنوعين في عنا Fixed وفي عنا Removable طبيب الأسنان هو اللي بيحطها وهو اللي بيشيلها والpatient ما بيقدر إنه يحركها Removable patient بيقدر يحركها ولكن بيكون تحت تعليمات طبيب الأسنان أمثلة على Fixed Oral Prosthesis الأجهزة الثابتة اللي منركبها في الفم أول إشي الأورثودونتك أبليانس التقويمات الأسنان اللي احنا منعرفها الثابتة Space Maintainer وهذا جهاز بيحطه طبيب الأسنان عشان يحافظ على مسافة بين سنين معينين ممكن بيعمل زرعة وممكن بيحط جسر ممكن في سن تحتهم بيطلع ولكنها ثابتة والمريض ما بيقدر يحركها النوع الثالث Fixed Partial Denture هزا Denture هو فك الأسنان كامل لما نحكي Fixed Partial Denture بنكون قصدين Dental Bridge أو الجسر الأسنان بيكون ثابت بيكون عبارة عن جزء من Denture أو جزء من الفك Peridental Supplement هو جهاز نستخدمه غالبا في الأسنان الأمامية بيحاول أنه يجمع أكثر من سن ونعتبرهم كوحدة واحدة لما يكون مجموعة أسنان كوحدة واحدة بيكونوا Stronger أكثر من أنه يكون كل سن سنجل لحاله والنوع الأخير اللي هو Implant Dental الزراعات اللي منزراحها في الأسنان شغلة ثانية بيحكي عن Teeth Crowded أو تزاحم الأسنان وفي شغلة كثير مهم نعرفها أنه مش شرط يكون Teeth Crowded المقصود أنه في أسنان زائدة مثلا بهاي الصورة في عنا الأسنان على العدد الطبيعي تاع فم الأسنان ولكن الفك بيكون صغير لما يكون الفك صغير بيكون في أسنان موقوحة طبيعية مش موجود فبكون في تزاحم للأسنان نحكي عن ال Removable في عنا Removable Orthodontic Appliance قبل شو يحكي عن الorthodontic اللي بتكون ثابتة التقويمات الثابتة في هون التقويمات ال Removable غالبا بتكون بعد الثابتين لما نشيل التقويم الثابت بنحطه التقويم المتحرك Removable Space Maintenance برضو قبل شو يحكي عن Space Maintenance بيكون ثابت وفي منه Removable Removable Partial Denture و Complete Denture قبل شو برضو حكينا عن Fixed Partial Denture جزء من فك الأسنان نحطه كتركيبات سنية كجسر للأسنان في عنا Removable بيكون Partial أو Complete Complete زي اللي على اليمين بيكون الفك كامل هذا منستخدمه غالبا للكبار بالسن أو الفقدين كل أسنانهم وال Partial Denture للي بيكون فقدين جزء من الأسنان كيف ممكن نعتني بال Removable Appliance؟ حكينا أكثر معلومة أول إشي إنه نحاول ننظفهم بعد كل وجبة وقبل النوم الشغلة الثانية Brush and Roins Teeth and Gingival Tissue Under The Appliance حسا هذا الجهاز لما نحطه بالفم لفترة معينة أكيد رح يتراكم تحتي الأكل أو رح يتراكم تحتي بكتيريا فنحاول نستخدم البروش والروينز الغسولات الفم عساس ننظف الأسنان وننظف اللثة تحت هذا الجهاز Keep Appliance In Container With Water نحاول دائما لما نطلعه من الفم يكون بالمي ليه من نحطه بالمي؟ عشان نحاول نحافظ عليه من Environmental Factor من العوامل الخارجية ويكون بالContainer بالعلبة الخاصة للجهاز العندية Care Procedure for a Fixed Partial Denture بس نرجع نشوف شكله عشان نتذكره هذا هو Fixed Partial Denture اللي على اليمين نرجع كيف نعتني فيه شغل الأولى The Breast Removal نضل نشيل بقايا الطعام ما تتراكم عليه Black Removal from Abatement Teeth اللي هي الأسنان اللي موجودة أصلا بالجهاز اللي احنا مركبينه نضل نحاول نشيل عنها البلاك والنقطة الثالثة الجهاز نفسه اللي احنا مركبينه هذا نحاول نضل نضفه يحكي Gingival Surface الجزء اللثوي من هذا الجسر اللي احنا مركبينه and beneath the connectors المنطقة الواصلة بين سنين بهذا الجسر في تحتها برضو اللثة نحاول ننضف الأسنان اللي تحتها ونحاول ننضف اللثة اللي تحتها عن طريق Carter Tooth Brushing Method لو رجعنا لمادة المد شرحنا Carter Tooth Brushing Method وجبنا فيديوهات لها من اليوتيوب وحكينا برضو ان هاي الطريقة مخصوصة للأشياء اللي بتكون processes للتركيبات السنية خاصة التقويم فهو بيحكي انه منستخدم هاي الطريقة Filaments can be directed under the pointic to clean the gingival surface بين السنين اللي ركبنا فيهم الجسر بيكون فيه المنطقة اللي هي الجنجفة فكيف نحاول ننضفها عن طريق Carter Tooth Brushing Method أو عن طريق الفلوسينج استخدم اي نوع من انواع الفلوس خيط الاسنان تعليمات بعد تسليم التقم للمريض Post complete denture delivery instruction ما هو complete denture برضو رجعنا صورته قبل شوي هاي موجود هون كيف نحافظ عليه نحكي للpatient at the beginning انت رح تعاني لازم نخبر المريض هاي الشغلة انه رح تعاني من hyper salivation و difficulties in speech انت رح تكون مش مرتاح وانت بتحكيه يعني فيه مشاكل بالنطق وبالكلام وفي hyper salivation فيه زيادة فيه افراز اللعاب ليه لانه لسه الفم مش متعود على هذا الجهاز ولازم نخبره بهاي المعلومة هاي difficulties وهاي الصعوبات رح تختفي بعد اكمل يوم لانه بكون الفم تعود على وجود هذا الجهاز visit dentist every 6 months to solve any problem could happen اذا صار فيه اي كسر اي اشي لازم احنا كل 6 اشهر نراجع الطبيب insert and remove the denture in a correct way لازم احنا نكون حكيين للمريض شو طريقة اللي يحطوا فيها ويشيلوا فيها بالطريقة الصح عشان ما يكون فيه مثلا ضغط على جهة معينة من الفك rinse and watch the denture after each meal اكيد بعد كل وجبة حيكون التسخ فاحنا نحاول ننطفه عن طريق غسولات الفم او بيكون له غسولات مخصصة له do not try to correct the denture by yourself هاي الاجهزة احنا مكون عاملينها بشكل جدا دقيق عساس تناسب الفم اذا كان فيه اي شيء بيضغط على الفم مدايقك فيه ما تحاول تضبطه بنفسك برجع للطبيب هو بيعرف كيف يتعامل معه post complete denture delivery instruction برضو تكمله للي فوق go to the dentist if you have an abnormal appearance اذا حسيت في اي شيء مزعجك بالفك مش مرتاح مش عارف توكل عليه راجع الطبيب هو اللي رح يزبطه remove the denture before sleeping ما تضل حاطه طول فترة النوم حاول شيله قبل النوم keep it in water or special denture solution فوق حكينا قبل شوي انه لاي منحطه بالووتر عشان نحافظ عليه من environmental factor وممكن يكون الو special denture solution فيه تكون محالية خاصة الو مش بس ماء digest the food in the both side of your complete denture نحاول نضغط طعام على الجهتين من الدنتر لانه بالنهاية الدنتر هاد محطوط على عظام الفك ممكن هاي العظام مع زيادة تضغط على جهة معينة تبلش point resorption انه ذا وبان للعظم بالجهة بس اللي منضغط فيها اللي منوكل عليها والجهة التانية رح تضل زي ما هي فهاد بسبب مشاكل اكبر بيصير الطاقم نفسه مش مناسب فنحاول نوكل digest the food in the both side على الجهتين complete denture or partial denture need to be adjusted from time to time الفكرة انه هاي الاجهزة لازم نضل نعدلها كل فترة وفترة ليه لانه احكيت لك انه احنا منضغط على الاسنان والاسنان هاي الدنتشر اللي احنا مركبينه في تحته bone وهذا البون بيصير له resorption بيصير له ذوبان لهذا العظم فكل فترة منحاول او لازم نعدل عليه wear the denture everyday نستخدمه كل يوم post operative فاسعنا موضوع جديد اللي هو بعد ما نعمل عملية الاسنان واللي مقصود هون الاكستراكشن لما نخلع سن من الاسنان بلاش يحكي لنا انه خلال اول 24 ساعة من الاكستراكشن اول 24 ساعة من خلع السن شو المطلوب منه نعمله اول اشي putting on sterile gauze for half hour يمكن انتو خلعتوا عصنا من قبل بتشوفوا انه على طول اول من خلع السن عشان نوقف البليدنج ويصير فيه healing للمكان اللي شلنا منه السن نحاول ان نخلي المريض يضغط على sterile gauze اللي هي القطنة معقمة يضغط عليها لمدة نصف ساعة وممكن نغيرها ولكن في حالة انه تكون وضع اضطراري ولكن نحاول نخليها نفسها عشان يصير healing do not spit strongly ما نصير نبسق كثير لانه احنا بنشوف لما نخلع السن لحدا ونحط له هاي الشاشة او هاد الشاشة المعقم بصير يضل يبسق اللعاب لانه ما بيكون ديب لها هاد اللعاب ولكن زيادة البسق رح تتأخر healing وتأخر الشفاء وتزيد نزيف الدم نحاول نتجنب نشرب اي شيء او اكل اي شيء سخن اي شيء بده طاقة او جهد نحاول نتجنبه بس خلال اول 24 ساعة من خلع السن نكمل بيحكي انه ممنوع الدخان خاصة اول يوم ويعني اذا قدرنا خلال اول ايام من خلع السن ولكن اول يوم بالذات ممنوع احنا بنكون قاعدين انسجة جديدة مكان السن اللي شلنا فعالاقل انه تتكون هاي الانسجة بطريقة healthy بدون smoking take soft cold and nutrient food خلال اول 24 ساعة الاكل اللي بنا نوكله بهاي الفترة حكينا انه ما بدي يكون اشي hot بدي يكون اشي soft و cold ويكون طعام مغذي لانه احنا كمان حكينا ما يكون في اي exercise او اشياء تمرين مجهدة ويكون الاكل مغذي بارد ناعم ومش سخن avoid to eat at the same area of the extraction لانه هاي فترة healing فترة علاج وشفاء للتيشو بالمنطقة السن اللي خلعناها فنحاول ما نوكل عهاي الجهة حسن هون شيء مهم بيحكي انه اذا صار انتفاخ بالمنطقة اللي شلنا فيها السن ايش المطلوب منها نعمل باليوم الاول يعني نحاول نركز اعتقد ان هاي مواضع سؤال باليوم الاول نحاول apply cold fomenting on the swelling area نحاول نبرد المنطقة باي قطع يعني نحاول نبرد المكان المنتفخ for one minute لدقيقة واحدة بعدين نشيلها ونتركها 20 دقيقة بدون اشي ونرجع نعيد كمان مرة لمدة ساعتين نظل دقيقة باشي بارد وبعدين 20 دقيقة بدون اشي لمدة ساعتين هاض خلال اول يوم second day ما نستخدم اي شي حتى لو ضلت نافخة احنا عارفين نحن ضل نافخة ولكن don't apply anything third day واليوم الثالث apply hot fomenting نحاول نحط عليها شيء سخن خلال دقيقة واحدة بعدين نشيلها دقيقة واحدة ونرجع نعيد مرة تانية دقيقة دقيقة اشي سخن بعدين بدون شيء خلال ساعتين عشان يروح ويخف لسويلنغ او الانتفاخ في المنطقة اللي شلنا فيها السن طب هاض الحكي كان خلال 24 ساعة شو نعمل بعد ال 24 ساعة في عنا عدة اشياء ممكن نعملها mouth rising احنا نستخدم الملح احنا نحكي عادة انو لا تحط عجرح ملح ولكن الملح بهاي الحالة رح يزيد الهيلنغ رح يزيد الشفاء للمنطقة اللي فيها extraction فنحاول نعمل غسول للفم احنا نعمله عبارة عن warm water مي دافية ما ملح twice to three times كل يوم مرتين لثلاث مرات for one week لمدة اسبوع بعد خلع السن brush and floss your teeth but far away from the area of extraction حكيان انو خلاص هاي المنطقة فيها هيلنغ وفيها شفاء خلينا نشتغل بعيد عنها فلما نعمل brush او floss نشتغل بالاسنان اللي بعيدة عنها على الاقل لاول يوم يعني do not apply or touch the area of extraction هسا احنا لما نشيل السن عادة وطبيعة الانسان انو لسانه رح يروح يشوف الاشي الغريب اللي صار بالفم فاللسان بيضل يلعب باتجاه باتجاه السن المفقود ولكن احنا نحاول انو ما يعني ما نخلي للسان يضل يلعب بهاي المنطقة ونبعده عنها if there are any complications اذا صار اي مضاعفات للمكان اللي شلنا منه السن بنرجع للدكتور وهو بيتصرف اخر اشي بهاي المحاضرة the dental clinic through dental procedure تعليمات خلال عيادة الاسنان وانت على الكرسي طبيب الاسنان انت ما رح تقدر تحكي شو المطلوب اذا انت بدك يانا نوقف شغل اذا بدك يانا مثلا بدك تحكي اشي معين حاس بقلم بدك تحكي لانه في قلم ما بتقدر تحكي ولكن في عنا هاي الاشارات ممكن انتعامل فيها مع المريض عساس نفهم عليه هو ايش بده بالضبط وممكن نستخدمهم بيحكي the important signs اشارات مهمة that can be used by patient during dental treatment to communicate with the dentist in order to avoid any trauma عشان نتجنب اي مشاكل اي اشي بيحتاجه المريض يعني ما رح يخرج عن هدول كم من جمل الموجودين بهاي الصورة فبيحكي بهدول الاشارات عشان يكون فيه تواصل ونفهم عليه اثناء عمل الطبيب في فم المريض وهيك تكون خاصة المحاضرة الله يعطيكم الف عافية نراكم ان شاء الله في محاضرة تانية